بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبو بوفيس رحمة العالمين الفضل العظيم لبعض سورة القرآن والسورة التكاثر التي لعالمه أكثر الناس جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليزوجه وكان ليس عنده مال فقال له أمعك الكافرون ما معك من القرآن قال له أمعك سورة الكافرون قال نعم قال ربه القرآن قال له أمعك سورة الزلزلة قال نعم قال ربه القرآن قال له أمعك سورة الإخلاص قال نعم قال ربه القرآن قال له أمعك سورة الفتح قال نعم ربه القرآن قال اذهب فقد زوجتك إياها بما معك من القرآن يعني الكثير مننا ربما يعلم يعني سورة الزلزلة بربه القرآن سورة الكافرون بربه القرآن سورة الناصر بربه القرآن سورة الإخلاص بربه القرآن في رواية الأخرى سورة الكرآن لكن الكثير مننا لا يعلم أن سورة التكاثر بألف آية الرسول حسن قال للصحابة ما منكم يستطيع أن يقرأ ألف آية في ليلة أو في يوم قالوا من يطيق ذلك الرسول الله قال لهم من قرأ التكاثر فقد قرأ ألف آية فالكثير مننا لا يعلم ذلك والحديث صححه الحاكم في المستدرك صحح الحاكم أن سورة التكاثر فضلها عظيم أيضا ونهى بألف آية يبقى أنت لو قرأت يحبس جدا أننا نقرأ من وقت لآخر سورة التكاثر سواء في النوافل أهم حاجة مع إخلاص النية وستحضار الأجر وصحه الحاكم يقول في الحديث من عامل عمل يحتسب وأرجاهه عند الله فهو حسبة من عنده عند الله يعني يكون عارف الأجر ويكون أنها بيعمل العمل وهو بيحتسب الأجر يعني بيعمل العمل عشان أخد كذا فرق كبير قوي من اللي عارف وليس عارف فلن كنت عارف من سورة التكاثر بألف آية وتقرأها وانت مستحضر النية مخلص النية مستحضر ده بيضاعف السواب فإذا ما بنقرأ سورة الكافرون وهي بربع القرآن وصورة الزلزلة وصورة وصورة إذا جاء نص الله والفتح وأيضا سورة سورة الخلاص يبقى وبنقصر من هذه الصور تقرأ أيضا سورة الكافرون سورة التكاثر بنيت أن ربنا يديك سواب ألف آية يعني وانت بتصلي في الليلة ده أكثر من هذه الخمس صور خاصة بعد صورة الإشاء أكثر من هذه الخمس صور بنيت أنك تأخب بكل واحدة منهم بربع القرآن وبنيت أنك تأخب بصورة الكافرون كي أنك قرأت ألف آية بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأكتب لكم الحديث تحت الفيديو نسخوه نشوه نشوه نشاهد العمي في ثوام عظيم العلم علما فلو أجر مع عمي بياما القيامة لنقذ لك مجرم شايت وشوش تفعيل الجرس واشتراك في قناة لأصلاكم كل جديد وساعدوني عن شر الصنة الروية أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة